اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذه الجائزة واستمرنا وطبعا هذه الجائحة واحنا الحين ما بعد فترة ما بعد الجائحة فكرنا بطريقة بحيث يعني شونا نقدر نأخذ هذه الجائزة بحيث ما تفقط تغطي فئة وحدة أو يعني جهة وحدة هي الأمن الغذائي عندنا جهات كثيرة عندنا عشر قطاعات في الغرفة نعم في الآخر تعمم القصة نجاح هذه بحيث أنها تشمل الجميع وليس فقط مرتكزة على الأمن الغذائي مع همية طبعا الأمن الغذائي لكن قلنا ننبي نأخذها قصة نجاح ونعيث في غطها بحيث أنها تشمل جميع القطاعات هذه نسبة لأن جائزة جدارة هي أحدى مبادرات غرفة تجارة صناعة البحرين والحمد لله يعني قصة نجاح شاهدناها في فترة الأخيرة وصار تكرين الكثيرين من الشركات التي تقدمت لطلب الجائزة وكان بحب يعني بحب من في شهادة جودة من غرفة تجارة من جهة معينة محايدة تماما ونزين بحيث لها مصالح مع الجهات المقدمة بحيث أنها استوفرت بعض المعايير وعلى هالأسات هذه قلنا بتركيز الضوء عليها يعني أستاذ وليد لو تحدثنا حول الفئات التي تشملها جائزة جدارة وأبرز معايير اختيار المشاركين طبعا الفئات الجائزة الجائزة مو عاملينها أنها مجرد منتج أو خدمة معينة نحن نركز على الأفضل الممارسات التي تقدمها المؤسسة التي تقدم للحصول على الجائزة بمجبال أن تركيز أكثر من أن يكون منتج خاصة هذه الشركة أو المؤسسة أو تكون خدمة ممكن تكون إلى أبرز الممارسة نقصد خمس معايير كمين فيها وايد رقم واحد ولاء المتعاملين يعني هل الشركة اليوم عشان تحافظ على جودتها عندها عملاء شنو ضرامجها عشان تقدر تحافظ على هل 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 عملاء وتزيدهم الشيء ثاني بداء القدرات نتكلم عن بداء القدرات البشرية الموظفينهم نعم الشغلة المهمة وهذه اليوم مش مستقبل التحول الرقمي يعني اليوم المؤسسة اللي راح تقدم لطلب الجائزة تبري ما بعد أن تكون عندها قصة نجاح بالتحول الرقمي ممارسات الإلكترونية استخدام الذكاء الصناعي أو غير خامس الشغلة الأخيرة الجودة في الصناعات الغذائية طبعا هذه تنطبق عليه إذا كان صررنا كثير إذا كان تعني بالأمن الغذائي بالتأكيد السيد وليد كانو نائب الأمين المالي رئيس المجموعة التنسيقية للجان القطاعية بغرفة البحرين شكرا جزيلا لك موسيقى والآن نترككم مع سعر صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسات والمشاريع كما تضمن استخدام الوسائل بفعالية لتحقيق النمو المستدام للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم معنا في الاستيديو رجل الأعمال السيد محمد عبد العزيز عجاج مرحبا بك سيد محمد في النشرة الاقتصادية اليوم الحقيقة معكم أتمنى أن نفيد بإذن الله ونحن أسعد في البداية سيد محمد كيف يمكن تحديد أهداف المشروع الناجح ووضع استراتيجية ناجحة وفعالة له طبعا قبل تفكير في أي مشروع أشدد على همية دراسة الجدوى البيزنز بلاني يعطيك تقدر على أساس تحدد أهدافك ولا على أساس تحدد الاستراتيجيات في كيفية تحقيق هذه الهداف ما هي أفضل طريقة لدراسة الجدوى طبعا فيه أشياء جاهزة لكن أنا أفضل أنك تروح كأحد مستشار ويكون عنده خبرة في أن يسوي لك دراسة الجدوى تكون سمارت تكون يعني ممكن تحقيقها نعم يعني استاذ في أي مرحلة من مراحل المشروع تتوقع يعني المجزي طبعا أي واحد يستثمر في البداية فأنا أقول في البداية يفكر هو شو يرجع استثماره من بعد ترجيع هذه الاستثمار أي داخل ممكن يكون مجزي لأنه في النهاية رجعت الاستثمار لأنك استثمرت في بداية المشروع ما هي المشاريع التي اكتفت منها السوق في الوقت الحالي من وجهة نظرك وما هي الأنواع التي تنصح بالاستثمار فيها طبعا السوق الساجر يتشوق مكتاب كل المشاريع في مثلها لكن الواحد هو شلون يطلع ويتميز في مشروع المشاريع كلها مكتاب وحتى لو موجودها لأن أي مشروع تقدر تفتحها الحين بكرة بيفتحون عشر نفسك فأنت شلون تتميز وأنت شلون تقدر تنجح في مشروع هل ما النصائح للتميز طبعا أنت في شوق هنا معتمد على الأسعار فالسعر هو الجاذب الأول نوعية الخدمة أو المنتج الذي أنت بتقدمه أنه يكون متميز كيف يمكن لأصحاب الأعمال مواجهة بعض المعوقات التي قد يواجهونها في إدارة المشاريع خصوصا المتعلقة بالتحديات المالية طبعا كل مشروع لا بزنس سايكل في مشاريع من البداية تشوفها زحمة عليه ويرجع وينزل في مشاريع من البداية يمكن يأخذ المشروع ستب ستب فأنا عندما أقول التاجر المفوضي عرف في لحظات من البزنس يأخذ فيه قرارات إياه أنه يكمل إياه أنه يستشير أحد ثاني أو أنه يدخل أحد وياه شريك يحاول أنه يستفيد منه سواء من ناحية الاستثمار أو سواء من ناحية الخبر المالية الأستاذ محمد عجد شكرا جزيلا على حضورك شكرا جزيلا على حضورك